السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة اليوم سنطرق فيها العديد من المواضع سبع فقارات فيها أخبار متعددة سنطرق كذلك الحملة التلقيح التي بدأت في المغرب والملك محمد السادس نصر والله كاعتل الإنطلاق الحملة التلقيح في المغرب سنطرق كذلك مواضع أخرى من بينها الأخبار هذه يومين كنا نتكلم عن أحد الفتاة اللي اسمتها ياسمين عند 17 سنة اللي اختفت في البروفينشا ديال طورينو الحمد لله خبار الخير لقوها ولكن غنعود لكم كسرية لا كيفاش لقوها وفين لقوها كذلك يا إخوان غنطرق لدك شريغالة الوزيرة كطالف ووزيرة الشغل والسياسات الاجتماعية اللي تكلمت اليوم على ذوك الأشياء والقوانين اللي غتكون في مرسوم التعويضات الخامس وتكلمت كذلك على الراديتو ديال الامرجانسة تصنتوا لهذا الفقر يا إخوان راه مهمة للغاية كذلك غنتكلموا على الكانونيراي وهذا الضريبة اللي كنخلصوها في البوليطة ديال الضو 90 أورو في السنة غنشرح لكم بالضيطة يعني لش كنخلصوها وكيفاش نقدرون تعفوهم منها وأشنا هم الشروط اللي طالبوا مننا باش يتم الإعفاء ديالنا من الخلاص ديالها وغنوريكم كيفاش كتعمار الورقة وفين تصيفطوها وكل شي واضح في حين أنه غنتكلموا على تمديد البرميسو ديال الصجورنو يعني الناس اللي غيسكدليها البرميسو ولا ديش اسكدليها راه كين تمديد يا إخوان وما يوقعش لكم ذاك الشري وقعوا لواحد المغربية اليوم عدة 30 سنة مريدة بالكورونا ويعني وسكدليها البرميسو وبشاتباش تجدو وعاقوا بيها وعطاوها لدينونشا والمولتا كذلك يا إخوان غنطرقوا القرعة ديال السكنترينوات اللي من المترقب أنا يتبدأ نهار واحد في شهر جوش غنقول الأشياء اللي هي مهمة الناس لعند المحلة التجارية وكذلك الناس اللي ممقيداش في هذه العملية ممكن أنها تقيد فيها وآخر خبر غنطرقوا ليه هم الألوان غدا إن شاء الله المعهد العالي ديال الصحانة في إيطاليا ووزير الصحة غيخرجوا الألوان الجديدة ديال الجهات من المترقب أنه الفاني تو تولي منطقة صفراء إخوان لذلك بحل هذا كن بغير يشكر جميع الناس اللي كتخلي لايك وخاموا أخرا ولو عير الأقلية وملي تخليوا لايك أين شاء الله هذي يوميني إخوان كنت أتطرق للموضوع للاختفاء ذي الناس جوجبنات وحدة عندها 15 سنة إيطاليا يسميتها نيكل وحدة اسميتها جاسمين ولياسمين عندها 17 سنة والتي هي مغربية أرطابية الحالي إخوان تكلمنا عن القصة لأنهم بتاعدوا من مدينة سافليانو لكينة في البروفينشة كونيو شدوا التران وآخر صور عندهم هم اللي كانوا في المحطة القيطار تورينو شدتهم الكاميرات من الماء لذلك كان البحث والدي من المدة يومين ما كانت تعدهم عنهم تشيخ باري إخوان اللي وقع هو أنه كان خبار الخير لقوهم رأهم مزيانين الصحة ديالهم مزيانة ونعود لكم ما نوقع اللي وقع يا إخوان هو أنهم من بعد ما أنهم بتاعدو وهات شي كان فولونطاريو يعني هم اللي كانت عندهم الرغبة ديال ألم يبتاعدو البنت الإيطالية كانت تعدى عن 40 أورو في الجيب دياله في حين أنه البنت المغربية كان عند التليفون ولكن ما كانت تجوب وكان طافي اللي وقيت اللي بشرطينو يا إخوان من بعد ما أنهم نزلوا مع ثلاثة ديالت العشية مشاول تحقبوا واحد المركز للإعانة يعني مركز بحل ديال الكاريطاس يا إخوان بشوني ديكلاروا بلا أنهم رأهم مدجوريني عندهم كتر من 18 سنة باش يدخلوا ينعسوا تمامايا وفعلا نلقوا تماما في نين عسو وللقوا كذلك الأكل كلام ونعسوا تماما ولكن يا إخوان واحد الصور اللي تمامايا يعني هذك السيدات اللي كانوا في الكنائس بل لها الأمر في شوية الغموض وما تاقتش بالله أنهم بجوجهم رأهم مدجوريني عيطت للبوليس وقعتني بالله أنه عدني واحد جوج بناس هنا يعني شفهم شوية الشك في العملية اللي بحثي إخوان كان واحد تنسيق ما بين البوليس والكارابينياري بشون هذ المركز يا إخوان وحاولوا يشوفوا واشهدوك جوجة البناس اللي سما هما نفسهم جوجة البنات اللي كيقلبوا عليهم وحاولوا أنهم يقارنوا الصور فعلا نلقوا هما هذك وحاولوا هذك جوجة البنات يا إخوان تحت الدموع يعني كيبكي واعترفوا بلا أنهم هما عيطوا الوالدين ديانهم اللي بشودك الساعة كيجرنوا الطورينو باش يرجع ابنات ديانهم يا إخوان ويعني هذ القصة صلاة مزيان يعني هو كيبقى عالمية السفهام كبيرة يا إخوان ووحد تعليق فاش كنت تكلمت عليهم فاش اختفى وحد سيد كان كتب بلا أنه المراهقة في أوروبا صعبة بززاف وخاص للآباء يكونوا الأصديقاء ديان أولادهم بالطبع يتتفق مع هذه الفكرة وكليلا ولكن من الأحسن الوحد يكون مقرب من البناته إلى الولاد ديانه على الأقل ما يطيحوا في هذه المشكلة يكونوا عارفا ما عندهم ولا ضرروا ما حاجة في خاطرهم ولا أخي يعني المراهقة صعبة في مكانتي لا في إيطاليا لا في المغرب اليوم يا إخوان تكلمت وزيرة الشغل والسياسات الاجتماعية كطالفو اللي هي بطبيع تحلف واحد الحكومة اللي اعطيت الاستقالة ديانه ولكن تكلمت وقالت حواجلية مهمة تخص الريستوري خمسة مرسوم تعويضات الخامس قلت بالله أننا سنفعل الكاسة انتغراتيوني سنمتدها وتكلمت على 18 سمانة في حين أنه بعد تصريبات صحفية قلت تكلم على 27 أسبوع الكاسة انتغراتيوني لذلك ما بين الأشياء التي تطرقت لها قلت بالله أنه البلوكو 2070 لا بد ما خصنا نمتده فيه حيث السوق العمل بقي خاوي وبقي ما كانت بكثير من الأوفيرتات ولنهر 31 في شهر 3 ما درناس البلوكو من جديد سيكون مشكل كبير لذلك كانت تفكير كذلك في التمديد بلوكو 2070 وقالت حاجة المهمة والتي يسؤول على الناس بزاف أنه دخل الطوارئ الراديسو ديال الامرجانسا سيكون إن شاء الله باش يعطيه واحد الإعانة لعائلات اللي ما عنداش الحق تستفيد من الراديسو ديال تشيطا ديانسا بطبيت حالي إخوان الراديسو ديال تشيطا ديانسا اللي كتلبون الناس اللي هيا عندها هنا في إيطاليا على الأقل عشر سنوات ديال ريزدانسا وحاجة اللي مهمة نفض النقطة يا إخوان شخصيا كان عرف بزاف الناس اللي دفعوا الراديسو ديال تشيطا ديانسا ما عندهم شعشر سنين هنا في طاليا وتم القبول ديال طلب ديالهم وعطوهم الراديسو ديال تشيطا ديانسا لذلك نصيحة لجميع الناس اللي عندها ليزهابط وعندها الإمكانية أنها تستفيد من الراديسو ديال تشيطا ديانسا ولكن المشكل ديال هالواحيد هو أنهم عندهم عشر سنين جربوا يا إخوان إلا تقبلت لكم الضمان دمزيان ما تقبلت لكم ما خسرتوا والو لذلك يا إخوان الراديسو ديال تشيطا ديانسا إن شاء الله سيكون وشراطة أو لجوج ما قلت تشيح حاجة ولكن أظن سيكونوا جراطة حيثوا ما يزيدوا بالجوج بالجوج لذلك إن شاء الله خير والله يسمع جميع الناس اللي كنت تسنفى هذا الراديسو ديال امرجنسا أخبار الخير فهذا الفقر يا إخوان سنطرقوا الموضوع ديال كانون راي ضريبة على امتلاك تلفزيون في المنزل بطبيعة حال كائنا إمكانية أنهم نطلبوا الإعفاء من تخلاص ديال الضريبة آخر أجن هو نهار و 31 في شهر و 1 يعني بقى ثلث أيام سنطرقوا هذا الموضوع سنشرح لكم كيفاش طلبوا الإعفاء وما هم الشروط اللي خصصتكم عندكم باش طلبوا الإعفاء حيث هذه الضريبة يا إخوان اللي كانت في البوليطة ديال الضو القيمة المالية ديالها 90 أورو سنشرحها لكم قبل ما نرى طريقة الإعفاء ونرى كيفاش حتى تعمروا الورقة ديال الإعفاء لذلك يا إخوان هذه الضريبة اللي خلصتها هو واحد ضريبة اللي كانت في الأول ديالها 113 أورو وكان نص ديال الإيطاليين ما تيخلصه فالجرانسي الحكومة قال لي نحن ندري واحد القانون جديد سنضعها في البوليطة ديال الضو لذلك سأخبر كل شيء ملزبع اللي أنا يخلصها وفي النفس الوقت حيث كل شيء يخلصها سنقص لكم منها ورجعها من 113 ل 90 أورو بطبيعة الحال قسموها لنا على خمسة البوليطات ديال الضو اللي كانت خلصوا في السنة وهذه خمسة البوليطات فيهم 18 أورو يعني كل شهر 9 أورو لذلك في التوتال جاء 90 أورو حاجة مهمة يا إخوان هو أن هذا القانوني وهذا الدريبة ديال الأراي ما كانت خلصوه هاش حيث كنتفرجوا في الأراي حيث كان بعد الناس يقولك أنا يا عندي البرابول كنتفرج عيف في المغرب الأولى ودوزام والإداعات العربية علاش غني مشي نخلص واحد ضريبة واحد إداعات اللي أنا ما كنتفرج فيها اللي أنا قدر نقول لكم يا إخوان هو أنه الحكومة الإيطالية والقانون اللي كان راب ما تنخلصوش على حيث كنتفرجوا في الرأي لا يهمهم الأمر كنتخلصوا حيث عدنا واحد تلفزة في الدار يعني هذه ضريبة على الإمتلك التلفزيون ماشي ضريبة حيث كنتفرجوا في الرأي وطبيعة الحالي إخوان هذه ضريبة لها ماشي كنعي في إيطاليا ركينا في جميع الدول أوروبا وصراحة لنا نكون واقعيين في إيطاليا راح الضريبة نزلة بزاف يعني كنتخلصوا 90 أورو إليشنا دول أخرى اللي اللي كنتخلصوا مننا هي ربوبليكا تشيكا بولونيا وسلوفاكيا اللي هي دول غير غنية في حين أنه فرنسا ولا إيرلندا ولا بلجيكا ولا ألمانيا ولا الضنيمار والنوربيج كلهم تخلصوا كثير مننا وكين دولك تصل 370 أورو 350 أورو في السنة لذلك إيطاليا راح تقريبا من أكثر دولك تخلص قل في أوروبا حاجة المهمة هو أنه نذكركم بأنه تقريبا اللي ضربنا للحساب كنخلصوا 21 سنتيم في اليوم لواحد العدد كبير الإداعات فيهم إداعات ديالأطفال إداعات ديالنساء إداعات ديالبرامج الريادية برامج الثقافة برامج إخبارية كان بزفت حويج اللي هما يكتخلص لي معي العشرين سنتيم في النهار اللي سراحة هو راه ممتاز جدا كان في السنوات السابقة إخوان نقاش واش اللي ما عندوش تلفازة وعندو الطابلات والتليفون والكمبيوتر واش شوى خاصوا يخلص كانوا في الأول وفي القانون السابق كانوا كيقولوا نعم ولكن منيخرج هذا القانون الجديد إخوان خرج واحد البالاغ واحد توضيح من الوزارة وقالوا بلا أنه لا الناس اللي عندها عير الطابلات والتليفون والكمبيوتر واخي يعني عن طريق هذي الأدوات يقدروا يتفرجوا في البرامج دي الله راي ما عندهمش الإلزامية أنهم يخلصوا وخاصوا يطلبوا الإعفاء لذلك إخوان الشروط دي الإعفاء رغ تكونوا فهمتهم هو أنه ما خاص يكون عندك تلفازة في الدار إلا ما كانت عندك تلفازة في الدار عندك إمكانية أنك تدفع الطلب من نهار واحد في شهر سبعة حتى النهار واحد وثلاثين في شهر واحد ولدفع تفاة هذه المدة الزمنية سأعفوكم من تلك تسعين أور في السنة اللي من بعدها يعني عندما تطلب الإعفاء في النهار واحد في شهر سبعة ولا في شهر تسعود ولا في شهر عشر السنة اللي من ورها سيتعفى من الكانوني دي الله راي حاجة أخرى مهمة أنتما كان في الرسم والإعفاء نهار واحد وثلاثين وانتما تقدرش يعني تدير الطالب. وغادي تدفع الطالب من وره واحد في شهر جوش. يعني مني غايدخل شهر جوش. فهذه الحالة الاعفاء غايتكون لمدة دياله عرص شهر. وبطبيعة الحال غايت تعفاس ستشهر تاني ديال هات السنة. ومني وصل شهر سبعة غايتدير طالب آخر وتتعفاس السنة القادمة. حاجة اللي هي مهمة. هاد الاعفاء را ما كيكونش اعفاء مدى الحياة. كي يبقى يتجدد كل سنة خاصة تتفعليهم الطالب. باش تتفع الطالب راه سهل جدا. وحاجة اللي غاين مغير ركز عليه قبل ما نشوفوا الطالب يا اخوان ونوريكم طريقة تعمار دياله ورا ما هاتفوتوا ش في تقيقة. هو انه كان بعض الناس اللي كانت دير واحد القالب اللي غايدير له علم مشاكل. وهالطريقة راه رائع جمع بين المغاربة. الى ما كانتش بغايت تخلص دير طالب الاعفاء وغايت تعفى. الى ما كانتش عندك تلفازة في الدار. كانت عندك تلفازة في الدار وطلبت الطالب ديال الاعفاء كين امكاني انه مستفضل الكونترول دار ولا لقوا عندك تلفازة لك الساعة تولي في مشاكل. لذلك يا اخوان القالب اللي كنت تتكلم عني هو انه وبعد الناس. نعطيكم متى. كتجيم البوليتة فهمية و 18 اورو. 100 اورو السهل كواف الدو و 18 اورو ديال كانوني راي. كبشويش شركة تدورك مزيان. ولكن مع الكانوني راي ما خلصيش. وهذا الشراء سيجبد لكم عرص معي كويطاليا. والدولة ستسالكم الفلوس. ما تضمنوش انه اللي ادرتوا هاد القالب راي تولي وتراهم كين وانتم مزعم كراركم تطورين. وبنادم كل شي خلص وحنا ما نخلصوش. لا. الى عندك تلفازة ستتخلص. حيث هاد ضالة يبكف ماشي فينا يا اخوان. رف جميع دول الاوروبية. الموضوع اللي نتعمره هو هادا يا اخوان. سهل جدا. في اسمية الكنية تاريخ ديال الازدياد ليندريد سوديالك البروفينشا وكذلك الكوديش في فسكالي. غتنقزوا هاد البلاصة اللي كي عمرو هالناس اللي يعني وارتين. غتنقزوا هاد البلاصة كذلك. غتعمر هنايا. واش الكوادرو او لبي غتتورك على ا. وغتدير التاريخ وغتسيني هنايا. ومن بعد غتنزل تدير واحد العالم هناي وتكسب التاريخ هنايا. صافي ساليتي. بطبيع يتحلي اخوان. مني ستعمرها هكا. كينا امكاني انك تتبع الورقة وتصفيتها راكوما انضاسا لهذا العنوان. او انك تصفيتها في ايميل لهذا العنوان. او انك تبشي عند لات جنسية الانتراتي الاقرب منك. وتفعاليهم دريكت. او كذلك انك تبشي الموقع ديال لات جنسية الانتراتي دخل بسبيد وتعمر الموضوله اونلاين وتصفيته. وهذه اسهل طريقة. وطبي يتحلي اخوان انا اشرحت لكم مزيان. كينا الناس خورين اللي معفيين. كنت تكلموا عن الناس اللي عندهم كثر من خمسة وسبعين سانة. والراد ديسو ديالهم ماشي ليزي. الراد ديسو ديالهم ما وصل شوش من الاف اورو. ولا ديالهم ولا ديالهم. في حين انهو كيت تعفاو ناس خورين عن طريق واحد اتفاقيات اللي دارتهم ايطاليا مع قدان اخرى. لي عسكري وسكن في ايطاليا. وكذلك الناس اللي هم ديبلوماسيين هنا في ايطاليا معفين من هاد. لذلك الناس اللي هم قلال بززاف وما عندنا شميهم علاقة. كنذكركم يا اخوان هو انه هاد دار يبرا خصت تخلص. كل شي الناس خصتهم مخلصون عندهم متلفزة في الدار. هاد الخبر يا اخوان راه مهم للغاية الناس اللي عند البرميسو ديال الصجورنو سكادا ولا قريب سكادي. اليك البرميسو ديال الصجورنو ديال كنفا ما بين هاد جوش الشوارخ 31 في شهر واحد. و 30 في شهر ربعة ديال 2021. واحد ولتلاتين في شهر واحد ديال السنة الماضية يعني مش ديل هاد السنة. واحد و три في شهر واحد ديال 2020. و 30 في شهر ربعة ديال 2021. الى كان سكاداال كوب bills قد يسكاداالك ما بين هاد تواريخ ي pand song. جاء المدة ديال الصلاحية دياله. وعل حساب مهش البرميسو ديال. يعني المرسوم ديل الالف تمديد الدارة الحكومة الايطالية في اللخر ديال شهر والهي يمدت بزاف 그 Dzog Direct. يقول لنا بل أنه وخذ سكادي يغدى. ووهي سكادي فشهر سبعة. ولهي سكادي فشهر تلاتة. وراغة صراحية دياله حتى ثلاثة في شهر تلاتة. وى هذا روح الموقع الرسمي التويسيرو探ف الآن. هات شي باش نتفادي وذاك الشرية ستكون لها أحد المغربية. يا أخوة عدة ثلاثين سنة. سكادي ليها البربائيس والطرق والله يحصل العوان تانية كان يسحب ليها سوف تضيع فيه. لذلك وخاها هي بوزيتيف الكورونا فيروس. والأطيباء قال له ستقدر الحجر الصحي حتى تشافي. مشات خرجات وبشات الكويستورة ديال آفولا في البروفينشيا ديال راقوزا. وبغاية يعني تجدد البرميس. البوليس داروا ليها الكنترول وبحال دائما كنقولها لكم وخبزة الناس بقى ما بغاية تشعيق. وهات الشراء ديما كنجيب لكم الحالة بحال موكاية. الناس نتوقف بشيء. وكي تقعوا بوزيتيف الكورونا فيروس. الاسم ديال امراك يدخل في واحد السيستام. البوليس يلوقفوك في الزنقة. وكتبوا السمية ديالك في السيستام سيعيعرفوك وش خاصة تدير الحجر الصحي ولا الله. مني وصلت لكي توقفوك لأنها خاصة تدير الحجر الصحي و جت عندهم. لذلك ديك الساعة بطبيعي تخلعوا حتي يا واحد السييدة بوزيتيف. اعطوها الموضطة وفي نفس الوقت دينونشا. دينونشا فيها محامة وفيها محكامة وفيها طلع ونزل ومصارف. لذلك اخوان ناس اللي غي سكادلها البرميسو ديال سجورنو ديالها. او سكادلها في شهر ليدازو. اللي غي سكادلها في شهر ماجي. رباق المدة تصريحية دياله وحتل ثلاثين في شهر ربعان ديال الفين واحد وعشرين. هذه اخوان قدروا نعتبروها صورة اليوم. ملك محمد السادس نصر الله كي يعطي البداية ديال الحملة تتلقيح. الحملة ديال تتلقيح اللي غي شاركوا فيها. الناس اللي عدنهم كتر من سبعتاشر سانة. واللي هماية ساكنين في المغرب. لذلك نقدروا نستنجو انه الناس اللي غي ستفهم الاتحاد الاوروبي ولمن ايطاليا مثلا باش قضي واحد الغراض ولا خاصة في شيء المغرب. ما غي ينزموش عليكم انكم جلبوا في المغرب. لذلك العار يلقوا الجلبة غير للناس اللي ساكن في المغرب. حيث كانوا واحد الحربي اخوان في العالم علي الجلبة. او على حسب الشكوك اللي كيفية عدد الاتحاد الاوروبي هو انه الشركات اللي كتعطي الجلبة خصوصا هذه اللي عنده مع ان اتفاق استرات Xanyika. فايتزر وموديرنا. كيعطيهم الجلبة وكي بيعون الجلبة لناس اللي كتعطي الفلوس اكتر. لذلك لاتحاد الاوربي ان يدموا الاتحاد اريم كونتراست. شحال هذي ولكن كلهم كيعطيه جروعات اقل. والشكل لدي الاتحاد الاوروبي هو انهم ياخدون تلك الجروعات اللي كان خاصة معطيه الاتحاد الاوروبي وكيبيعها لدول اللي يعدني درس معهم الاتفاقيات من بعد. لذلك اخوان مني كينا هات الشوكوك الاتحاد الاوروبي كيقول بله انه وغير فع دعوات قضائية على هات الشركات الثلاثة اللي قلنا. وفي نفس الوقت كيحاول انه يدر واحد القانون اللي كيمنع به تصدير الجلبة اللي كتنتج واللي كتصنع هنا في الاتحاد الاوروبي. علاش حيث مني بيش شوكوك الكثيرة اللي كيناو هاديره واحد اسعين في المائة كتوقع هو انه أسراد زانيكا كتنتج الجلبة هنا في الاتحاد الاوروبي وكتصدرها البريطانيا حيث بريطانيا داخلها في واحد العملية اللي هي كبيرة بززاف. لذلك اخوان طاليان والتحاد الاوروبي مربعين ايديهم كيشوف فات الشركات اللي كيضحكوا عليهم والعالم كيجري. من بين الدول اللي كتجري هو انه اه ا امريكا روسيا الصين. الامارات العربية المتحدة ولكن كان بعض العلماء وبعد الخبارة هنا في يقولون الوكالة الأدوية للتحاد الأوروبي أنها تعطي الرخصة لسبوتنيك خمسة وكذلك السينوفاك الصينية سبوتنيك خمسة رأي روسيا إخوان على ما حد تقريبا جميع الجلبات اللي كانت حاليا إخوان تبتت أنها فعالة وآمينة وعلى حساب أحد البحث الذي داره السبيطار البامبينو جيسو دي روما قال بلا أنه لاحظوا مزيان إخوان تسعودوا تسعين في المئة الناس اللي كتجلب من بعد ثلاثة السيمانات كتتكون عندها المضادات ضد الفيروس تسعين في المئة في حين أنه منك يدروا جرعات ثانية كتدوز عليها السيمانة كيوليو مئة في المئة محميين لذلك الحمد لله يا إخوان خبر مزيان حاجة اللي هي مهمة للغاية هو أنه إيطاليا رعطات 81 مليار يا إخوان باش تدعم الجلبة دي راي تيرا الشركة اللي كانت في روما اللي غادي تخرج إن شاء الله ما بين شهر 6 و شهر تسعود يعني في الصيف الجاي واللي على حساب الأرقام اللي كينا حاليا غا تولي تنتج مئة مليون جرعات لإيطاليا يعني ما غا نبقون شريو متى شركة أخرى غا تولي عدنا شركة اللي غا تنتج لينا بوحدنا في حين أنه فايزر كتوعد بل أنه في منتصر دي شهر جوش غا ترجع تنتج كيفما كان في الأول وشركة سأسترس داني كيزغو التحاد الأوروبي بل أنه غا تحاول أنها تسلم على الأقل خمسين في المئة دي الجرعات اللي كانت وعدت بها على حساب الكوانترات اللي دارت مع الاتحاد الأوروبي فهذا الفقرة سأتكلموا عن اللوترية الإسكنتريني القرعة الإسكنتريني هي من المترقب أنها تبدأ نهار واحد في شهر جوش ولكن الحدود السعر في الموقع الرسمي للوترية الإسكنتريني الإسكنتريني يتكلمون بأن البداية لها القرعة ما زال تتأجل أسبوع يعني لا تذكروا ما أسبوع لأسبوعين أو أكثر كذلك كان الضغط من المعارضة لتأجيل البداية لها القرعة وكذلك الفدرالية للتجارة تقول لهم يجب أن تأجله لماذا يجب أن يأجله؟ حسب طبيعة هذه المشكلة هو الكاسة وهذه الماكينة التي تقوم بسكنترينوات يجب أن يجب الكثير من المحلات التجارية يبدلوه لكي يقول لي جديد محدد ويكون يعني يقدر يسافط الرسائل لتجنسية الإسكنتراتي ويكون يعني كل شيء مضمون يجب أن يبدلوا الماكينة التي تقوم بسكنترينوات لكي تقول لي تقدر تنخرط في هذه العملية القرعة كل فدر التحديث يا إخوان تقريباً تقريباً تقوم بسكنترينوات تقريباً 180-200 أورو لكل نيجوتيوات وهي واحد سبيزة كثير من نيجوتيوات لا يمكن أن نشعلها حالياً في هذه الأزمة التي تقوم بها لذلك المستجدرالية للتجارة تقول لهم يجب أن تأجله حسب دول وقت التي تبدأ فيه ويجب أن يجب أن تتحدث هذه القرعة في الصيف هذا أكثر على القرعة في الصيف وتقدم تأجيل هذا الشيء المهمة هو أن هذا القرعة التبدأ ولهذا يبدأ أنها لهذا الساعة لم يكن لديك كلام على أنها ستتم تأجيل والتاليخ اللي كان نضعه في الأول هو نهر واحد في شهر جوج وعلي حساب ما يكتب الكورييري لدراسي لها إخوان ستنطلق نهر واحد في شهر جوج شئ الى يهم الجميع الذين ل Rose حين الخاص بك المواطنين هم الحق الى 1 سهر 3 فارجة لغلق أن يشاركهم اصدقوا الجميع الخاص بك المواطنين سوف اضعون كود لوف يكون ستكون امكاني انك ستعلق عليه. ولكن هذا التبليغ الذي سنقول له كمواطنين نفعله مثلا. سيجعله ساحب الماحلية اخذ المولطة ولا تكون في حقه عقوبات هذا الشيء باقي مواضح حدود الساعة. الحدود الساعة الليين قدرنا نقول لكم يا اخوان هو انه باش تطلب الكوديش باش تشاركوه راه السهل للغاية. خذكم تفشون الموقع ديال. ستنزل الموقع ديال. ستنزل الى تحت. ستقلق على بارتاشي باورا. ستنزل الكوديش في سكالي ديالكم. ستقلق هنا. ستدخل هذا الكوديش هنا. ستنزل جاند الكوديش. ستطلع لكم واحد الكودي. ستصوره بالتليفون ديالك. لانك تدخل لي سكرينشوته الليك تدخل من التليفون. طريقة ره سهلة للغاية. من بعد ستقل القرعة اسبوعية شهريا وكذلك قرعة سانوية. للجوائز تتراوح ما بين 15 الف اورو حتى الخمسة المليار. وكذلك جوج القرعات. أن يعني شارك القرعة. الضوء من الناسado Preferences ديالك يعني بناء البدايس الذيẾت الى البدايس فئات الخاص d بنمارتك الم وهذا ما هي القرعة. اصل فيها diesel، ليس لبدايس من الناس لأخيرja. وثانيا نحن لا يمكننا التقديه لكي نشاركه في القرعة لأنها ليست قمرة هذه هي مصابقة زائدة فرصة تطعي لك الحكومة وبإمكانك أن تشارك فيها يعني انت لك ستتقديه لكي تأكل لا يمكنك أن تشارك في القرعة ستقديه لكي تشارك في القرعة كون تقولون لك خلصين عشرين سانتيم ولا أورو لكي تشارك فيها بطبيعة الحلقة أو قيمار أو حرام لذلك اخوان هات شركين حول هذه القرعة فيما يخص الجهات والألوان الجديدة غدا إن شاء الله غتكون لوردينانسا القانون دي الوزير الصحة اللي غيقول لنا الجهات والألوان اللي غتتاخد وعلى حساب ما كتقول الصحافة يا إخوان هو أنه الفانيتو قريبة جدا أنها تولي منطقة صفراء في حين أنه اللومبردية مستحيل ومستبعد أنها تولي منطقة صفراء وخي يعني الأرقام ربما يخليها تكون منطقة صفراء لذلك علش ما غديش تكون اللومبردية منطقة صفراء حيث بطبيعة الحرفش كانوا غلطوا في الأرقام وكانوا يحسبوا لانه معدل تكاتر الفيروس بوحد طريقة غلطة والسبب الجهة اللومبردية تقول لك الحكومة هي لغلطات والحكومة تقول لك اللاجئة اللومبردية هي لغلطات والأرقام والوطائق اللي خرجوا يأكدوا بلا أن الحكومة كانت على حق واللومبردية هم اللي غلطين يجعلوا أن القانون اللي خرجت به اللومبردية من المنطقة الحمراء وولت برتقالية هذا القانون يقول بلا أن الجهة خاصة تتبقى في منطقة برتقالية على الأقل جو السيمانات لذلك يا الله ذو وزد السيمانة الأولى السيمانة الجاية ستكملها ومن ثم مايا سيشوفوه عندها الأرقام بشكل منطقة صفراء أو لله لذلك حدود الساعة اللومبردية راه في منطقة برتقالية في الحين أنه لا تسل بيمونتي أخوان في الشك ولكن كنظر بلا أنه سيبقى في اللون اللي هو فيه حاليا وهو برتقالي تحت الحراسة كذلك الميديا رومانية والكلابريا لذلك غنت سنى واشغل يقول معهد العالي دي للصحة ووزير الصحة قداء إن شاء الله الجمعة حل العادة في حين أنه القانون اللي كان در وزير الصحة والذي دخل بها واحد العدد كبير دي المناطق للمنطقة برتقالية كانت سينة نهار 16 وهذا كلت سينة نهار 16 يا إخوان دخلت فيها على بروتسول فلوليفانيسات جوليا لاتسوليجوريا الماركي بيمونتي بوليا أومبريو المنطقة برتقالية في حين أنه المنطقة الحمراء دخلت لومبردية سيشيليا والبروفينشة البولتسالو لذلك الجهات اللي بدلوا اللون ديالهم ابتداء من هاد الوردينانسا ديال نهار 16 واللي دخلت نهار 17 حيز تنفيذ غتسكادين نهار 31 لذلك وزارة الصحة ربما تبدل لهم اللون ديالهم من بعد 31 لذلك غدا غدارات 23 بقى موصلت تسكادينسا سنرى ما كانت جهة من هذه الجهات اللي كانت ضبق ستخرج من الملطقة البرتقالية ولكن مستبعد جدا لحدود الساعة الجهة الوحيدة اللي غتبدي اللون ديالها يا إخوانه ستنزل من البرتقالي الأصفر هي الفانيتو فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا فيها كالاتف في آخر 24 ساعة كنتلقاه 14300 حالة إصابة العدد الإجمالي كيفوت جوجة المليون ونص الناس اللي كانت توفق كثر من البارح عدنا 492 شخص العدد الإجمالي كيفوت 87000 في حين أنه الناس اللي كانت تشافه في آخر 24 ساعة رهم 17200 الحالة اللي مازال بوزيتيف ومازالك تلقى العلاج رهم 47400 أي بناقص 3300 مقارنة بالأمس والعدد التحليل رهم 275000 مقارنة بالأمس الناس اللي كانوا 293000 والنسبة راها يعني كتبقى هي هي كانوا حد الارتفاع طافيف للغاية يعني ما بينش الفرق بالزاف البارح كننا كلقوا خمسة ناس بوزيتيف في كل مية تحليل واليوم كذلك يا إخوان الناس في الإنعاش كيقلوا بناقص 64 اللي هو رقم ممتاز جداً العدد الإجمالي كيولي 2288 في حين أنه الناس في المستشفى كنت مقص بناقص 383 والعدد كيولي 20770 الناس اللي نقصة في الإنعاش يا إخوان الرقم ممتاز ولكن في نفس الوقت يعني بلا أنه الناس بزاف كتبقى حيث الإنعاش كيخوة حيث كيتووفوا فيه كذلك ناس وكين إمكانية أنه ينقصوا ناس حيث الحالة دي لهم كتتتحسن لذلك نتمنى أنهم يكونوا أكثر يا ناس اللي الحالة دي لهم كتتحسنت على الناس اللي يشوفوا توزيح الحالات حسب الجيهات فوق الآتي غنشوف الجيهات اللي في أكثر من 400 حالة لومبردية سيشيليا سيشيليا ثم بدأ الحملة دي تلقيحه إخوان كيسجل 756 حالة إصابة في حين أنه الناس اللي تم الاستبعاد دي لهم رامة 11118 الناس اللي تشافه في أخر 24 سعرهم 895 والناس اللي توفاه 17 شخص الله يرحمهم والعدد الإجمالي كيف فوق 8200 حالة الناس اللي اكتلقى العلاج ومازال بوزيتيف المغرب رامة 13800 توزيح الحالات حسب الجيهات فوق الآتي دار بيدة ستات 1292 طانجة طول حسيم 27 رباط سلق نيترا 122 شرق 67 سلق 48 مركش اس في 30 وباقي الجيهات في مقل من 20 حالة بهذا كن وصلنا لآخر الفيديو تشال له فوريوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله